النارين بيوتي تكشف شيرين وأسامة يعطي تصريح حصر لصباح الخير يا عرب موفلوكس يدخل في تحدي من نوع آخر وردة فعل صادمة لأبو فلا على المتابعين الشاهدون مزيد من التفاصيل أسامة مروى يكشف من خلال مقابلته في صباح الخير يا عرب أنه يشتغل على مشروع وهو تخصيص مكافأة مادية للمتابعين مقابلة أن يقترحوا عليها أفكار جديدة لفيديوهاته هم كمان يعطوا الأفكار والأفكار الحلوة حيكون إلها مكافأة مثل ما بنقول مكافأة مادية مادية نفتح نشرة اليوتيوبر شيرين بيوتي ستوري علاقت عليه ماذا يوجد في حقيبتي لترد عليها نارين بيوتي إلال اللي رح يفهمه ويدكر سابقا أن نارين صورت فيديو مقلب الدلع والتصنع في قناتها فهل شيرين بيوتي ستقوموا بتصوير هذا النوع من الفيديوهات عادتني رأيكم بخصوص هذا الخبر ردت فعل أبو فلا على المتابعين الذين لم يحبوا أن يقفل البت يا عزيزي مشاهد بس يعني لكل بداية نهاية هل بالله عليكم أنا مرحة قاعدكم عمرها بالبثل واشي ترصوتي رأى أقسم لكي تقاعد عاني والله عزيزي مشاهد الله يا رب نؤجر فيها يا رب يجعل فيه بيزار حسلاته لوقتي يتفاعل أكتر على منصة تيك توك وآخر مقطع له كان عبارة عن سحدي لإطفاء الشمو عن طريق النفخ عليه إنه مرحة دير سألتظر عميزي حقا عميزي لأعب المتابع الحسنة كيف تفعله بالمتابع؟ موظف من مجتمع جانب وقم بطه انه بموظف بلسرحة سنلطر؟ لأعبوا فقط أعبوا عليهم أصحب قلنا سوف كنت مرحة لدينا بطلية وينها الأصدقاء سيد صاريات لربح تلك بشيء رحب الناس سيد الفشيء سألتعب الناس هذا هو قديمي هنا هذا سلطس دع الجسم سنبتلي سنبتلي تحب الهولام اسم هذه المنزل فعلا، أنت فانات من تجربة سنبتلي انتظر اللي هنا سنبتلي سباشا معا بالامس نشرت اصطوريات جميلة مع ابيها وصلنا لنهاية الفيديو شكرا اكتلا دعمكم وحبتكم لا تنسوا الاشتراك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة